موسيقى موسيقى مهلا وسهلا فيكم وهذا التمرين اليوم سنعمله عشان الانرلاج يعني سنعمل على الرجل من جوا وبنفس الوقت سنفتح مفصل الحوت بطريقة ثانية معظم التمرين نعملها من بره هذا التمرين سنعمله داخلي للناس الذين تحب تعمل تعمل يوغا سوف يفيدهم كثيرا إذا يحاول يعمل سبلت وهو السايد سبلت وسوف يفيدكم كمان بالموبيلتي للحوض لمرض نتمصد الحوض مثل ما احكيت هذا التمرين سنستعمل فيه حاول تلاقي أخف كتلبل عندك في الجم سنبدأ بأخفتين فإذا عندك أخف في الجم عندنا كان بس ستة كيلو ما هو موجود عندي فأنا سأستعمل دائما ستة كيلو بس إذا عندك أخف من ستة كيلو أو إذا عندك أخف من ستة كيلو يفضل أنه نبدأ بالتمرين بالكتلبل الخفيف إذا ستة كيلو كانت تقيلة وإذا ما عندك كتل بالجم ممكن تعمل التمرين بدون وزن أنا أفضل إنه يكون وفيه شوية وزن عشان نزيد بس إذا ما فيه وزن برضه ممكن نعمل التمرين بنفس الطريقة الآن التمرين رح نعمله بإنه تقرب الواحد على الحيط على الآخر يعني عندك تقعد على الحيط بدي المؤخرة إنها تلمس الحيط ويكون الظهر كامل على الأرض ومن أسفل الظهر يجب أن يكون ماسك على الأرض الآن ترفع الرجلين على الحيط مستقيمين أول شغلة بنا نعملها إنه الرجل تكون مستقيمة الركبة ما تكون متنية فرح نعمل أول شيء كان من عدة بدون الكتلبل أنا هورجيكم تمرين بالكتلبل عشان ما بدأ أضيع وقت كتير وما بدنا نطول الفيديو عليكم فهلأ بتحط الكتلبل رح تستعمله بدون شوز مش رح نلبس فيه البوت عشان الكتبل تمسك فيه الرجل منحط الرجلتين مستقيمين لفوق على الحيط وزي ما حكيت المؤخرة لامس على الحيط وبتفتح رجلك مستقيمة على الآخر كاملة لأبعد ما يكون أبعد ما بتقدر توصل وبعدها رح نرد نطلع فيها للنص كمان مرة رح نعمل على كل سايد خمس لعشر عدات وبعدها منغير السايد التاني منغير على الجهة التانية وبعدها نفتح الرجلتين مع بعض على الآخر هلا للناس اللي بدها تعمل ديب ستريتش للناس اللي بدها بس تعمل ستريتش يعني مش موبيليتي اللي هو مش تمارين المرونة المتحركة بإمكانه بس يحط الوزن أو يفتح رجليه بدون منحط الوزن على الحيط على أبعد ما يكون ويضلوا بهاي الوضعية لمدة دقيقة أو دقيقة أو نص فإحنا رح نفتح هاي أنا هنا فتحت هال الرجلتين على الآخر تفتح رجليك وبتظل قاعد لمدة مثلا داية هلا إذا ما عرفت تركب الكتلبل على الرجل ممكن يتركب كتلبل واحدة على الرجل وتحرك الرجل في هالكتلبل وانت ماسك بيدك أو ماسك بيدك عشان المساعدة بس أنا بفضل ان يكون بدون مساعدة عشان نحط الوزن كله كامل على الرجلين طبعا بدك تتني أصابع القدم لفوق عشان تمسك فيهم الكتلبل عشان ما تخافش انها توقع عليك أو توقع عليك ويفضل زي ما حكيت اعملوه بوزن خفيف في البداية وبعدين رح نعمله بوزن أتقل طبعا كل ما تحسنت اكتر من كانك تزيد الوزن كل ما حبيت انك تضلك في الوضعية الستريتش الكامل بإمكانك تعمل وضعية الستريتش الكامل بس هلا للناس اللي للناس اللي زي واللي بتتمرن يعني بالعادة بتروح على الجيم لفلكسيبليتي والموبيليتي لأنا اعتبر كبادي بيلدر كواحد بعمل كمال أجسام الفلكسيبليتي والموبيليتي عندي نسبيا كويسة بس أنا مش مش يوغي يعني أنا ما بعمل يوغا مش احسن اشي في الدنيا فأنا بشتغل على التمارين المتحركة وبشتغل على التمارين اللي فيها أوزان وتمارين مختلفة شوي زي ما انتم بتشوفوا بالفيديوهات عندي مش التمارين العادية اللي بتشوفها كل يوم التمارين مختلفة شوي اللي هي بتناسب الناس اللي ما بيعرفوا التمارين الاساسية يعني اللي بقدر يعمل سبلت ما بلزموها التمارين زي انت بتقدر او انتي بتقدر تعمل سبلت ما بلزمك هذا التمارين شكرا